اصطدم بعمود انارة قبل سنتين وكاد ان يموت وفي مباراته الاولى بعد عودته اصطدم بالقائم مجددا اهلا بكم من جديد ايها الرائعون قبل بداية الفيديو اضغط على الاعجاب للفيديو واشترك في القناة ثم فعل الجرس لتكون اول من يشاهد فيديوهاتنا تحاول للأقدار انهاء مسار لعب الجزيرة الاماراتي احمد ربيع في كرة القدم مبكرا بعدما تعرض لاصابتين مشابهتين كادت الاولى ان تنهي حياته لو لا الالطاف الالهية والتدخل السريع للطاقم الطبي وتعرض ربيع قبل سنتين لاصابة خطيرة اثر اصطدامه بعمود انارة تسبب له في نزيف بالدماغ كما بلع على اثره لسانه كاد ان يغادر الحياة لو لا تدخل الاطباء وبعد طول ابتعاد عن الميادين عاد ربيع ليشارك في مباراة امام نادي خرفكان هي الاولى بعد عودته الا انه اصيب مجددا اثر اصطدامه بقائم المرمى ما اثار ردود فعل كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي ربيع وصلت الان لبرانو دي اوريبارا عالية وللأباب ولكرة خطيرة موسيقى وأجمع رواد على معاناة اللعب الإماراتي من سوء حظ غريب فيما دعاه بعض المتفاعلين للاتعاد عن كرة القدم مشددين على أن استمراره يضع حياته على المحك مشاهدي قناتنا الأعزاء وصلنا إلى نهاية الفيديو تشجيعا لنا اضغط على إيقونة الإعجاب بالفيديو ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لنتشرف بك ضيفا عندنا